أذكار الصباح التي يجب أن نواضب عليها كل صباح بإذن الله رب العالمين كما كان يفعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شره ومن شر ما بعده ربي أعوذ بك من الهم والحسن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غالة الدين وقهر الرجال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك عليه وأبوء بالذنب فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم ما أصبح بي من نعمة أو أحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحان الله وحمده ولا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشى لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا أبو محمد صلى الله عليه وسلم رسوله اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف سوءا أو أجره على أي مسلم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلقه من شر غاصف إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاصق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاصق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس والأعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس والأعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم